بسم الله الذي بذكره تطمئن القلوب وتنتبه العقول وتسعد الأرواح دي حلقة من سلسلة حلقات حكمة الحياة الحلقة النهاردة عنوانها موقف التيه واحد من مواقف مولانا محمد ابن عبدالجبار النفاي صاحب كتاب البديع المواقف والمخاطبات وان الفريق توفى في أرض المحروسة عام 354 هجري موضوع التيه ده موضوع مهم جدا جدا وعشان حضرتك تعرف أهميته أرجوك انظر حواليك انظر حواليك جيدا بص للناس اللي حواليك شوفهم وهما بيصعوا في هذه الدنيا وهما بيقدحوا للحق سبحانه وتعالى وهما مش عارفين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحة فملاقيه هو مش عارف بس أنت يا صاحب البصيرة بص وتأمل حتكتشف قد إيه ناس كتير قوي تيهين فموقف التيه ده موقف في منتهى الأهمية ناس كتير بتعيش حياتها في هذه الدنيا وترحل عنها وهي تيها من غير ما تصل في صوت البقرة ربنا بربنا مثلا مذهش جدا الإنسان اللي استوقض نارا عشان يشوف فحصل إيه النار أضاقت محاول كويس عشان يشوف فذهب الله بنارهم وطريقهم في الظلمات لا يبصرون يعني محاولتنا إن إحنا نشوف طريقنا إن إحنا نشوف قصدنا هذه المحاولة لو ما كانتش في السكة السليمة ممكن حتى لما بتضيء النور سواء بتاع عينك أو بتاع بصيرتك ما يخلي يفقد في ناس تلاقيه مش عينه اللي مش بيشوف لا ده قلبه اللي مش بيشوف قلبه مفيش عمل بصيره وأكيد حضراتكم تعرفوه بينما في صورة المائدة مثلا قوم موسى قال لهم إنهم يتيهوا في الأرض أربعين سنة أربعين سنة تيهين فلا تأسى على القوم الفاسقين أربعين سنة يتيهوا الناس مش بيتيهوا أربعين سنة ده الناس بيتيهوا حياتهم كلها نتأمل بقى في الموقف رقم ستة واربعين موقف التيه في حاجات في غاية الجمال يروز بعضها أشارنا إليها في حلقات سابقة بس إحنا جايين دلوقتي بتأمل بعض عبارات مش هنقض موقف قوله بعض عبارات مولانا بن الفاج بيقول إيه بقى أوقفني في التيه فرقيت المحاج كلها تحت الأرض المحاج كلها تحت الأرض وقال لي ليس فوق الأرض محاجة ورأيت الناس كلهم فوق الأرض والمحاجات كلها فارغة ورأيت من ينظر إلى السماء لا يبرح من فوق الأرض ومن ينظر إلى الأرض ينزل إلى المحاجة ويمشي فيها صعب شوية طيب نخش الأول على المحاج المحاج جمع محاجة محاجة يعني الطريق المستقيم المنهج القويم زي ما جيه في كتب الحديث عن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام تركتكم على المحاجة البيضاء يعني حطتكم على الطريق المستقيم المنهج القويم طيب بيقسم لنا مولانا أن فارغ الناس إلى نوعين من ينظر إلى السماء واخد بالك ومن ينظر إلى الأرض نوعين طيب كانهم فارغين نقدر نتصور والله أعلم من ننظر إلى السماء كانهم أهل الخيال تعويمات أهل الأفكار الخيالية بينما اللي بينظر إلى الأرض أهل الواقع اللي شايف الواقع عشان كده الأرض ببعدها تقول حيكو نزره حواليه أهل الواقع اللي بينظره للواقع على الأرض اللي بينزل بقى فين عند المحاجة كانهم يقول لنا أن طريق الحق ينبع من الواقع مش من خيال ما تعتمدش على الأفكار اللي ممكن تجيلك نظرية أو الكلام النظري طريق ده كله مش نظري خالص ده الطريق ده كله عملي شوف الناس شوف الطرق شوف المحاجة فين الطريق السليم فين هنا قالك تحت الأرض يعني إيه يعني في داخل الواقع في داخل واقع الحياة شوف واقع الحياة والناس بيسعوا بيسعوا إيه يسعوا علشان يملكوا الطراب اللي هم منه وكل زي ما قلنا وكل ما فوق الطراب طراب لكن هم يضيعوا حياتهم كلها محاولة تشبس وتملك الطراب بيقول وادخل علي بغير إذن فإنك إن استأذنت حاجبتك كميلة العبارة دي كأن العلاقة لازم تبقى واخد بالك يا أيها السالك على الطريق إن العلاقة بينك وبينه يعني مباشرة ادخل علي بغير إذن بغير إذن جميل تلت سطور جايين دول تأمل شوية عايزين تأمل شوية اسمعهم حضرتكم قال لي أقعد في ثقب الإبرة أقعد في ثقب الإبرة ولا تبرح ما تحركش وإذا دخل الخيط في الإبرة فلا تمسكه وإذا خرج فلا تمده وافرح بقعد في ثقب الإبرة وتفرح وافرح فإني لا أحب إلا الفرحان وقل لهم قبلني وحدي قبلني وحدي وردكم كلكم فإذا جاءوا معك قبلتهم ورددتك قبلتهم هم ورددتك أنت وإذا تخلفوا مجوش عزرتهم ولمتك أنت فرأيت الناس كلهم براء يا جمالك صعب بس جميل وعميق وأظن ممكن يصل حضرتكم من مجرد قراءته حاجة إنك أنت تقعد ولو في ثقب الإبرة في ثقب الإبرة ما تحركش كأنه مقام مقام يقين وثبات ثبات واستقرار وسكينة لأن أنت أخذ بالك وإنت في ثقب الإبرة وما بتتحركش وما لكش دعوة بالخط اللي داخل ولا اللي خار وإيه وإفرح تبقى فرحان يعني تخيل في وسط هذا الضيق ثقب إبرة أنت فرحان وإنت قاعد في ثقب ولا تبرح تبقى فرحان ليه لأنه هو حق سبحانه وتعالى لا يحب إلا الفرحان طيب حكاية الفرح دي كان في حلقة مخصوصة عن الفرح لأن الفرح شوية فيه لفظة هنا لها معناية في سورة القصص بيكلم عن قرون قوم قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ده نوع من الفرح بتاع قرون فرح بإيه فرح بالدنيا فرح بالمال بالجاه هذا الفرح إن الله لا يحب الفرحين بينما في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلافرحه فبذلك فلافرحه وخير مما يجمعون فهنا الفرح فيه نوعين بالفرح فيه فرح بفضل ربنا وبرحمة ربنا وده اللي بيتكلم عليه مولاد النفا هذا الفرح مش الفرح بتاع عالم المد بتاع مديات الحياة الفرح بتاع مديات الحياة دي لا يجوز لكن الفرح بالحق سبحانه ونعمه يجوز او هو ده مش يجوز هو ده المطلوب فافرح في اني لا احب الا الفرحان فرحان بعلقتك بخالقك فرحان بانك مش فتاية ففهم بانك مش مع التايهين وبعدين بيقول حاجة مذهشة جدا حكاية الناس الناس ايه مفيش مكان للناس وانت مع الحق سبحانه وتعالى خالص انت مع الحق سبحانه وتعالى الناس دي خيالات خيالات مفيش في الكون ده زي ما علمنا الشيخ الاجبر ابن عربي كان عنده حلقات كتير مفيش في الوجود ده الا الحق سبحانه وتعالى صديقتك وكمان مفيش في الوجود ده الا حضرتك والحق سبحانه وتعالى انت والحق بس مفيش ناس حكاية الناس دي اللي موازه بدماغ الناس مفيش ناس وبالتالي وانت بين ايدين الحق مفيش مكان للناس ولذلك الناس زي ما قال لك كلهم براء لو حصل انهم مجوش هعزورهم ولومك انت انت اللي مسؤول مش الناس مش الناس ليه واحد من عيوب البناء دمينه عموما والطريق الروحي على وجه الخصوص لا تلوم الناس ما تقولش والله انا مش سعيد في حياتي على شاب رئيسي في الشغل ولا امراتي ولا هي تقول مش سعيدة عشان جوزي ولا العيال كلام ده القاء المسؤولية على الناس ده اكبر خطأ وفي هذا الطريق الروحي من اوائل الاشياء اللي بتعلمها لا تلقي بالمسؤولية على الناس انت المسؤول انت المسؤول الناس كلهم براء الناس كلهم براء انت مسؤول عن ساعتك انت مسؤول عن طريقك انت مسؤول عن علاقتك من الحق سبحانه وتعالى ووجودنا هنا هذه التجربة تجربة الحياة الدنيا اللي بناتش على سنوات محدودة حياة قصيرة جدا واللي ما يعرفش اكبر دي لازم الحياة قصيرة جدا وفي هذه التجربة وانت بتجدح له الحق سبحانه وتعالى لازم تتجاوز الناس وتعرف ان حقيقتك هي في وجودك في النفخة الالهية اللي ربنا نفخك فيها وتبقى في علاقتك معها دي الحكمة اللي بيعلمها لنا مولانا النفري والحكمة كما تعلمه ضلت المؤمن ورأس الحكمة مخافة الله